اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الهدف الاساسي من هذا الدرس يا ابطال والفكرة الرئيسية اقدروا الاعداد اقدروا الاعداد عندنا يا ابطال مهرتين في هذا الدرس مهرتين سهلين جدا المهارة الاولى هي تقدير عدد مجموعة من الاشياء دون عدها والمهارة الثانية هي عد المجموعة وكتابة العدد الحقيقي فهيا بنا الى الامثلة يا شباب مفردات عندنا يا ابطال التقدير مفهوم كلمة التقدير يا ابطال اننا نقدر عدد مجموعة من الاشياء من المكعبات مثلا او من الريالات او من اي مجموعة من الاشياء يعني نقدر عددها دون عدها وهذا يتم بآلية محددة او معينة سوف نتعرف عليها معا ان شاء الله السؤال الحين يا ابطال ما العدد التقريبي لهذه الازرار ما العدد التقريبي لهذه الازرار كيف يا ابطال سوف نتعرف على العدد التقريبي لهذه الازرار دون ان نعدها سوف يا ابطال نستعمل الية معينة وهي تكوين مجموعات تكوين مجموعات كل مجموعة تحتوي على عشر حبات كل مجموعة تحتوي على عشر حبات بسم الله نبدأ يا ابطال ركز معايا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة هذه مجموعة يا ابطال مكونة من عشر حبات نحيطها مرة ثانية يا ابطال نكون مجموعة اخرى واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة خمانية تسعة عشرة نكون هذه المجموعة ايضا يا ابطال ونحيطها بخط مجموعة اخرى يا ابطال واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة العدد تسعة يا ابطال قريب من العدد عشرة ولذلك نعتبر مجموعة في الحالة هذه يا ابطال اذا كان العدد اذا كان العدد خمسة او اكبر نعتبر مجموعة واذا كان العدد اقل من الخمسة لا نعتبر مجموعة يا ابطال ففي الحالة هذه سوف نحيط هذه المجموعة يا ابطال ايضا ونعتبرها مجموعة كاملة وبالتالي يا أبطال بطريقة سهلة نعد عدد المجموعات كم عدد المجموعات هنا يا أبطال واحد اثنان ثلاثة ثلاث مجموعات كل مجموعة تحتوي على عشر حبات يا أبطال إذن تقدير العدد هنا يا أبطال ثلاثون تقدير العدد ثلاثون طيب العدد الحقيقي يا أبطال أنا عندي مجموعتين كاملتين عشرة وعشرة يصيروا عشرين هنضيف عليهم العدد تسعة هيصير العدد تسعة وعشرين إذن العدد الحقيقي يا أبطال تسعة وعشرون تسعة وعشرون إذن يا أبطال التقدير ثلاثون العدد الحقيقي تسعة وعشرون نواحظ جميعا يا أبنائي أن العدد التقدير يكون قريب جدا من العدد الحقيقي ممكن يكون أكبر منه أو أقل منه ولكن يكون قريب جدا منه ننتقل إلى مثال آخر يا أبطال هنتعامل يا أبطال مع هذا المثال بنفس الطريقة عندي مجموعة من الأزرار المطلوب إننا نحوط مجموعة كل مجموعة تحتوي على عشر حبات معي يا أبطال احسنت يا أبطال معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر هذه المجموعة يا أبطال نحيطها بإطار ثم نعد مجموعة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ونحيطها يا أبطال بإطار هذه المجموعة رقم اثنين مجموعة رقم ثلاثة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر نحيطها يا أبطال بإطار مجموعة الرابعة واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر المجموعة الخامسة يا أبطال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر الحين يا أبطال باقي عندي اثنين حبتين هل يصلح أن يصيروا مجموعة يا أبطال أحسنت يا أبطال أحسنت طبعا ما يصلحوا يا أبطال لأنهم أقل من نصف المجموعة المجموعة هنا تحتوي على عشر حبات يا أبطال وهنا عندي اثنين فما يصلح هي أن نعتبرهم مجموعة بنعد المجموعة الكاملة يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كل مجموعة تحتوي على عشر حبات إذن التقدير بتاعي يا أبطال خمسين طب العدد الحقيقي نزيد الايه اثنين على العدد عدد المجموعة اللي هو خمسين يصير اثنين وخمسين وبالتالي يا أبطال نكون قدرت العدد بشكل صحيح وبطريقة سهلة ودون أي عناء وفي نهاية درسنا يا أبطال نكون قد تعلمنا تقدير مجموعة من الأشياء دون عدها وكذلك تعلمنا كيفية إيجاد العدد الحقيقي نراكم على خير في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مدارس المجد دمتم في رعاية الله المجد رمز للعلوم ومذخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوى معزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الأسرا قلم الحياة هناك يعارف مجده والفكر والقرب من نادي نادي